السلام عليكم في هذا الفيديو هنعمل فكرة جديدة ومميزة وكده هتحسوها كيوت يلا نبدأ بالفيديو في البداية هنحتاج فردة جربان باللون الأبيض هنبدأ نقص هذا الطرف وكمان هنقصها من هنا بهذا الشكل هناخد هذا الجزء ونبدأ نخيط الأطراف وبنشدها وبنخيطها كويس هنقلبها على الجهة الثانية اللي هي الجهة اللي بتبقى جوه هنجيب مرتبان بلاستيك يكون مدورة بهذا الشكل هنغلف المرتبان بالإطعال اللي خيطناها هلا هنجيب إبرة وخيط ونبدأ نخيط الأطراف عشان بدي أزغر الفتحة هنشد الخيط وبقفله وبمسدس الشميع هنبدأ نلزق الإقماشة على المرتبان من الجهة اللي تحت الغطايا مباشرة ونكملها كلها بنفس الطريقة هلأ بنجيب الباق الجربان هنقص هذا الجزء هنقص كمان الجزء اللي فوق هنبدأ نخيط الأطراف بنفس الطريقة اللي عملناها هنجيب غطاية المرتبان ونحطها جواها وبناخد مقاس الغطايا وبنشد الخيط وبنقفله وبمسدس الشميع هنبدأ نلزق طرف الإقماشة على طرف الغطايا من هذه الجهة هنقلب الإقماشة على الجهة الثانية هنجيب فايبر أو قطن وبمسدس الشميع هنبدأ نلزقه على الغطايا بهذا الشكل بنكملها كلها بنقلبها على الجهة الثانية ونحن بدأ نخيط الأطراف ونشدها وبعد كده بنخيطها كويس وبنقفله الخيط وهلأ بدي أحاول إني أرتب شكلها وهلأ بنجيب قطعة قماش بشكل مستطيل وفضل تكون قماش فاروق أو قماش شدوي وبنخيط الطرفين مع بعض بهذا الشكل ومن فوق هنبدأ نخيط الطرف لحاله بعد كده بنشد الخيط وبنخيطها كويس وبهيك عملنا طايا هنجيب المرتبان والغطايا اللي غلفناها بتهيق اللي بدت الفكرة توضح هنعمل رجل التلج وحنلبسوا الطايا اللي خيطناها وحنجيب سلكفره بأيلون انتو بتحبوه وحنلزقه على طرف الطايا بمسدس الشميع مهم كتير انه ننتبه انه هنلزق بس على الغطايا وكمان هنلزق هنا بمسدس الشميع قطعة من كور البومبوم وهلأ بدنا نعمله العينين هنجيب خرز باللون الأسود وحنلزقه بمسدس الشميع بهذا الشكل وهلأ بدنا نعمله اللفحة هنجيب قطعة قماش مستطيلة من نفس القماش اللي عملنا منها الطايا وحنحطها بهذا الشكل وهلأ بدنا نعمل الجزرة انا هنا بدنا استخدم غطاية سمغ الأمير او السوبر جلو وحنسبت عليها سلكفره باللون الأورانج ونلفه بهذا الشكل ونسبت الطرف الثاني وهلأ بنلزقه بمسدس الشميع وعشان نعمله التوم هنجيب لون أسود يصبت على القماش هنا انا استخدمت ألم السيدي وحنبدأ نرسمه على شكل نقط بهذا الطريقة حاقص طرف القماشه وحنلزقها بمسدس الشميع ومهم كتير انه لما نلزقها هنلزقها بس على المرتبان وحنقرب على الغطاية حتى انه نقدر نفتح المرتبان بعد كده الطرف الثاني بلفه بهذا الشكل وبلزقه وهنا هنجيب أزرار باللون الأسود او خرز وحنلزقهم بهذا الشكل وهلأ بدنا نعمله الايدين هنجيب أسلاك فره باللون الأسود هنلزق القطع الصغيرة على القطع الكبيرة بعد كده هنلزقهم على الطرفين بمسدس الشميع وبهيك عملنا رجل التلج أتمنى تكون عجبتكم الفكرة وبنقدر انه نفتحه وممكن نحط فيه توزيعات للأطفال وأنا هنا بدي أعمله خدود هنجيب أي نوع ألوان او ميكياج وحنبدأ نرسم الخدود بهذا الشكل وعملت كمان واحد ثاني بنفس الطريقة ممكن كمان نحط فيه سيلك إضاءة بهذا الشكل أتمنى تكون الفكرة عجبتكم وتكونوا استمتعتوا في الفيديو ولو عجبتكم الفكرة حطوا لايك للفيديو وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وشوفكم في فيديوهات جاية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة